مواقع التواصل الأمل سألت يقول هل يجوز للوالد أن يسد أو أن يقضي يدينا ابنه بسبب أن الأبن لا يستطيع وهل يعد هذا نوع من التفضيل بين الأبناء نعم يجوز للوالد أن يقضي يدينا ابنه بل حتى يجوز له أن يقضيه من زكاته من زكات الأب نفسه لأن الأب أصلا ليس مسؤول عن زكاة ابنه ولذلك تجد أن الدائن عندما يرفع شكاية في هذا الأبن لا يرجع الدائن على أبيه أبيه ليس له علاقة فلهذا يجوز للأب أن يسدد دين ابنه من الزكاة إذا كان الابن عاجزا عن السداد بينما لا يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله لغير سداد الدين أما كون الأب يعطي ابنه المدين الفقير أو يسدد دين ابنه الذي عليه دينه وعاجز عن سداده فلا بأس بذلك ولا يلزمه أن يعطيه بقية أخوته مثله لأن هذا العطاء عطاء لحاجة عطية لحاجة فكأنه يقول هذا الأب أي واحد منكم تكون حالته مثل حالة هذا الأبن الفقير أنا أعطيه فعطية الأب وهكذا الأم لابنه تنقسم الأقسمين عطية حاجة وعطية محظة عطية الحاجة العدل فيها أن يعطيه كل واحد بقدر حاجته فهذا الأبن الفقير يعطيه لفقره هذا الأبن المريض يعطيه ما يشتري به العلاج ويعني ما يعالج به هذه البنت مثلا عندها مشاكل مع زوجها احتاجت للمخالعة ونحو ذلك يعطيها مثلا قيمة الخلع هذا الأبن مثلا عنده عليه ديون لحقته ديون وهو عاز عن سداده يسدد عنه الدي هذه العطية عطية حاجة هذه لا يلزمه أن يعطيه بقية أخوته مثله العطية المحظة التي تكون بدون سبب بدون سبب هذا يعني بدون سبب قال أنا بس أوزع بين أولادي هذا المبلغ وهذه التي يجي فيها العدل بين الأولاد وعلى ذلك فما ذكر في السؤال من أن الأب يريد أن يسدد دين ابنه وهذا الأبن عاز عن سداد الدين لقل لا بأس بذلك ولا يلزمه أن يعطي بقية إخوانه مثله نعم لن أسألك بعض تصالات أبو درة فضل ترجمة نانسي قنقر